أهلا بكم طلاب اللغة الألمانية طلاب الصف الأول الثانوي لغة ألمانية الثانية النهاردة إن شاء الله معكم هرعادي العجمي كبير معلمين لغة ألمانية من مصر أهلا وسهلا بكم النهاردة إن شاء الله سأخذ الوحدة الأولى في الوحدة الأولى سنتعلم مput tips لتحيات نوانية وداعم هي سنتعلم مع بعض السؤال عن الاسم سأسأل الواحد عن اسمه سواء كان هذا الشخص صغير في السن سنكلمه بصيغة دو و سنكلمه بصيغة زين سنتعلم أيضا عن السؤال عن المنشأ والأصل أصلك من أين بلدك الأصلية و أشياء مثل و سنتعلم مع بعض السؤال عن السكن أين تسكن أو أين تعيش محل الإقامة أو السكن سنسألك أيضا لغتك الأصلية أو لغة الأم سنسألك على لغتك الأجنبية و سنتعلم مع بعض النهاردة تصريفات الأفعال و سنتعلم تصريف الفعل المنتظم تصريف الفعل غير منتظم أو فعل أصنامه يعني استثنائي سنتعلم أيضا عن الشخص الغائب يعني نقول مين ده أو مين دي و نعرف إحنا عارفينه أو لغة الأفعال أو لغة الأفعال يعني سنتعلم أيضا يلا بنا أول حاجة هنأخذ دي جريسة دي جريسة يعني دي جريسة دي جريسة يعني التحيات يعني هنحي حد هنعمل بجريسونج هنعمل إيه؟ بجريسونج يعني هنحي حد نقوله بجريسن يبقى عندنا فيه ثلاث كلمات الكلمة الأولانية دي جريسة أو بجريسونج أو إيش بجريسة يمن دين يعني أنا سأحيي هسلم على حد طب لما أجسلم على حد التحية الأولانية هنمشيها الأول باليوم اليوم بينقسم لدام مواجن الصباح وبعدين دام التاج الظهر وبعدين دام المساء هنستعبل حد الصبح يعني من وقت الاستيقاظ كده مثلا نقول من الساعة ستة لغاية الساعة قبل الظهر بشوية كده ده الجزء ده اسمه دام مواجن دام مواجن نقول لما نقبل بعض نقول إيه؟ جوتن مواجن جوتن مواجن جوتن مواجن يعني جوتن مواجن يعني صباح الخير جوتن مواجن صباح الخير نقل التحية بتاعة الظهيرة اللي هي بتاعة ميت تاج وناخدها لغاية قبل زونن انتر جانج يعني من الظهر لغاية قبل الغروب كده الألمان لو قبلوا بعض يقولوا البعض يحيوا بعض ويقولوا البعض جوتن تاج تحية الصباح جوتن مواجن تحية الظهيرة لغاية قبل المغرب جوتن تاج تحية المساء اللي هي تبتدي من زونن انتر جانج كده من الغروب الشمس كده لغاية حوالي تسعة عشرة مساء ممكن الألمان لما قبلوا بعض يقولوا البعض جوتن عبند جوتن عبند يبقى تحية الصباح جوتن مواجن او ممكن يقولوا مواجن اختصار يعني تحية الظهيرة جوتن تاج او ممكن يختصروها تاج وكمان تحية المساء جوتن عبند كنت عبند او عبند يبقى هنا تحية اجزاء اليوم التحيات دي كلها ممكن تحل محلها تحية لتصلح لكل اليوم هي تحية شعبية شوية ايه هي هالو يستخدموها الشباب اكتر هالو هالو دي تحية تصلح لكل اجزاء اليوم طيب اه في التحية التانية بس تتقلبها في الوداع يعني مثلا أنا دلوقتي في الوداع 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 يعني اهلا وسهلا مرحبا من القلب ها هاتسليش من القلب هاتسليش تحيات اسمها احنا 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 في الوداع في الوداع ويذهب إلى الوداع ما أحنا احنا 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 صديقي ا ف Liu اد赢 فقاة صدق احنا احنا هناك تحية الوداع بس بيقولوها الكبار يعني او بتحية تعتبر افتسيل شوية نقول اي بقى اوفيدا زين اوفيدا زين فيدا زين يعني الى اللقاء وداعا ها يبقى اوفيدا زين اوفيدا زين realidad ليس مع تعتبر افتحية تعتبر افتحية تعتبر افتحية تعتبر افتحية تعتبر افتحية من البديه تنتجا من البديوم المكالمة. ما قلتنا. اوفيدا حرن. اوفيدا حرن. اوفيدا حرن. يعني الى اللقاء حاتفيا. اوفيدا زين الى اللقاء. بس. ذي باصرين. اوفيدا حرن. اوفيدا حرن. بس. سماعيا, يا.